أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على هامش مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخة الثالثة بدأ زيارات الكيانات المصرية بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة وزيارة مدينة العشر من رمضان غدا وذلك لإحياء روح الانتماء الوطني لدى المصريين بالخارج المزيد في سياق التقرير التالي زيارات وجوالات ميدانية تهدف لإلقاء الضوء على آخر التطورات التنموية على أرض الواقع ولإحياء روح الانتماء الوطني للمصريين والكيانات المصرية في الخارج تأتي على هامش مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة بصراحة أنا أول مرة أجي هنا وأدخل للعاصمة الإدارية وأول ما جينا جينا الكتدرائية المسيح عليه السلام حاجة بجد جبارة يعني مقارنة بالكنائس والأماكن العبادة اللي بنشوفها دوليا حاجة فعلا يعني إحنا بقين زينا زي الدولة الأوروبية وأكتر كمان وفي وقت قصير جدا حسستي أن فيه جدية فعلا في المشروع أو في العاصمة أو في المدينة بشكل عام أنه فعلا يعني خلال سنوات قليلة هتكون يعني مدينة يعني متكاملة بكل الأرقان الجمهورية جديدة بذبانة من جديد وعلى مدار السنة مش أقول بها طبعا اللي حاصل في خلال السنة دي احنا وقت على الأرض الواقع في العاصمة الإدارية مبنى المال والمبنى البنوك المباني كلها الفندو والماسة المسجد الكنيسة الكل الأسس في إطار الإطار والتوجه بتاع الكوادات السياسية احنا شاهدنا فعلا أرض الواقع الزيارات شاملة العاصمة الإدارية الجديدة وأبرز المعالم هناك من كاتدرائية المسيح ومسجد الفتاح العليم وتستمر الزيارة لمدينة العاشر من رمضان في يوم آخر واستقراء وأفكار ومقترحات متنوعة للزائرين يعني في مصر جديدة مصر متقدمة مصر متحضرة مصر في كم سنة بسيطة ما شاء الله كأنها مرت آلف النهاردة دي أول مشاركة لية في المؤتمر لقم نهو المؤتمر الثالث وأنا مش عاية أقول لحظتك أنا سعيد جدا أنني موجود النهاردة في المكان الجميل ده وحاجة كويسة أو أنك تخش المكان وتحس بالحاجات اللي موجودة فيه غير أنك تشوفه في التلفزيون أولا أنا أريد أن أقول لحظتك حاجة أنا أول مراجل العاصمة الإدارية بالصراحة مبهرت بالحاجات اللي حصلت قبل كده يعني كان زمالي بيجوا من أوكرانيا من سنتين حتى هما كانوا معان نهاردة بيقولولي إحنا من سنتين ما شفناش كل الحاجات دي عملت بسرعة كبيرة جدا المباني والإنشاءات الرائعة دي ويعد المؤتمر في نسخاته الثالثة الذي يأتي تحت شعار المشروعات القومية وفرص الاستثمار في مصر فرصة لاستعراض سوبل التعاون بين الكيانات المصرية بالخارج ووطنهم الأم بالإضافة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج في كل المجالات اقتصاديا وثقافيا وخدميا مجهودات مستمرة من أجل فتح الأبواب الجديدة وتوسيع الآفاق من أجل توحيد الأهداف الحكومية والديبلوماسية الشعبية من أجل التعريف بالتنمية التي تجري على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في الخارج كريم بيبرس التلفزيون المصري